بلشنا هيكي نحضر لي الامتحانات بالمدارس يا هايدي وهذا الشيء أكيد بيسبب ضغط عند الأهالي عند الطلاب اليوم حلم الأهالي أنه اليوم أطفالهم وأولادهم يكون علاماتهم على مستوى جدا جيد اليوم في مقارنات ممكن تتعب هذا الطفل الوقت عم بيكون ديئ المنهاج عم بيكون مكثف وصعب وهذا الشيء بشهادة حتى الكادر التدريسي كيف مفروض تمره هاي الفترة كان على الأهل أو على الأطفال أو على الشباب يعني بشكل عام أكيد يا رشاني من أكثر المشاكل اللي منشوفها اليوم هي الضغط والتوتر يلي بيكون بفترة التحضير للامتحانات إن كان لطلابنا بالمدارس أو إن كانوا بشهادات فانوية أو ممكن لطلاب الجامعات يعني هذا الأمر ممكن يكون طبيعي عند طالب الشاطر أو حتى طالب يليمان ودارس ولكن ممكن هذا الأمر يزيد عن حده بعد فترة يصير فيه مشاكل وهي المشاكل للأسف تأثر على النتائج والتحسيل الدراسي لطلاب اليوم ثم ضمن فقرتنا الاجتماعية رح نتوسع أكثر بالموضوع نعرف كيف نظم وقتنا وكيف ندرس بطريقة صحيحة وكيف نقدم إلهم الدعم النفسي والمعنوي أكيد تفاصيل كثيرة رح تخبرنا عنهم ديفتنا لليوم الاغتصاصية التربوية رائدة بعكر يسعد صباحك أهلا وسهلا بك صباح النور صباح النجاح صباح التفاؤل حلو التفاؤل أهلا وسهلا بحضرتك دائما نحن نعرف من حالنا ومن أحلام أهلينا بوقتا معك كنا كتير نستوعبها كنا نفكرة نوع من أنواع الضغط ولكن أي حدا مننا يعيش التجربة مع أولاده يعرف أنه كان همهم الوحيد هو نجاح الطفل يلي عندهم بداية خلينا نعرف شو يعني النجاح الدراسي طبعا مثل ما قلت حضرتك نهار الامتحانات نهار التجهيزات بكون الأهل في استنفار كامل في النجاح خلينا نقول النجاح بشكل عام لأنه النجاح له أنواعه النجاح هو أنك أنت تحصل حصيلة اجتهادات ومراحل مرت فيها فوصلت إلى نتيجة نهائية عطتك روح من المعنوية الإجابية التي تعود عليك بالثقة في النفس فهي محصلة عدة خطوات وعدة مراحل قمت حضرتك فيها من خلال طرق وأسالة معينة أدت إلى النجاح الإيجابي اللي بيؤدي إلى الثقة بالنفس وإلى السعادة والرضا هذا النجاح بشكل عام النجاح بالنسبة لأيلي أنا أقول هو التوازن خصوصا إذا كان النجاح سواء كان النجاح الدراسي أو المعنوي أو الفني أو المهني أو الإداري لأنه متما نعرف النجاح ليس هو فقط على الصعيد الدراسي وكل مراحل مراحل حياتنا نحن في رحلة نجاح فهالنجاح هذا أكيد مثل ما كل أي شيء بهالحياة إلو مفاتيح وإلو أسس وإلو مبادو كمان اللي نجاح إلو أسس وإلو مفاتيح مفاتيح النجاح أول شيء هو المثابرة والإدارة الصحيحة والشغف والرغبة والمحبة وقت بيكون عندي شغف ومحبة وإرادة وتصميم رح يكون النجاح إلو ذوق النجاح فعلا شعور الأرقى شعور اللي ما بنقدر نترجمه اللي هو عبارة عن البهجة والسعادة والرضا عن الشيء اللي نحن حصلنا نتيجة هذا النجاح وإننا نحن هلق عم نحكي عن النجاح متما قلت حضرتك عم نحكي عن النجاح الدراسي وعن النجاح بشكل عام فالنجاح الدراسي هو كمان نتيجة محصلة عدة معلومات عدة ثقافية علمية نتيجة اختبارات معينة نقوم فيها خلال العام الدراسي فبتأدي إما الرسوق وإلا النجاح أنا ما بقول الرسوق وإنما بقول نوع من الخيبة نتيجة بعض العوامل اللي تأثر فيها هالطالب واللي مرت فيها خلال العام الدراسي يعني كلمة نجاح أبداً مسهلة هذه الكلمة يمكن بحاجة لجهد لوقت كتير طويل وتعب من الطلاب ومن أهاليهم كمان اللي هنون أكيد شركاء بهذا النجاح خلينا نعطي اليوم نوضح شو هي عوامل اللي بتساعد طالب للنجاح بالدراسة تماماً خليني ما قول عوامل خليني يقول هي نوع من التقنيات أو الاستراتيجيات اللي أنا بدي ساعد أي طالب سواء بالمدرسة، بالبيت، بالحياة أدت إلى نجاحه فيك عندي عوامل كتير عندي عوامل داخلية تتعلق بالشخص نفسه هو عنده رغبة، عنده شغف عنده إدارة، عنده عملية بيقوم فيها من خلال العملية الدراسية عنده تعزيز لقدراته، لمواهبه عندي عوامل أخرى بتتوقف على العامل الدراسة نفسه يعني مو بس الطالب، كمان المدرسة إلى دور كبير العامل الأساسي للمدرسة مثلاً المعلم هل هو خبرة؟ هل هو سلوقه صح؟ هل هو يدفع الطالب؟ هل هو مشجع للطالب؟ هل هو عبارة عن دوره إيجابي؟ تماماً، كمان المادة إلى دوره أمرار كتير المادة بتكون متراكمة، حشو إذا كانت المادة متسلسلة، مرتبة، تراعي جميع الفروق والمستويات العلمية، أكيد هذا بيأثر على نجاح الطالب البيئة المدرسية نفسها، عملية التعامل والتواصل بين الأهل وبين الطالب وبين المدرس الآن البيئة الاجتماعية الموجودة داخل المدرسة نفسها طرق التدريس، أمرار كتير بيستنصق أبيستخدم طرق تدريس تقليدية نحن في عنا وسائل متنوعة، بصرية، علمية لأننا نحن نلاقي أنماط كتير من الطلب مو دائماً نفس الوسيلة اللي بتمشي مع هذا الطالب، بتمشي مع الطالب الآخر فهي كلية عوامل تؤثر على عملية النجاح وخلينا نقول النجاح الباهر أنا بقول لن طيب، اليوم بعد ما هيك حكينا عن العوامل اليوم أيضاً النجاح بحاجة لخطة لتكنيك إن كان من الأهل أو من الطالب نفسه، ما بين التنظيم، ما بين احتضان الأهل بفترة الامتحانات خلينا نحكي اليوم عن الخطة المفروض اليوم يمشي عليها الطالب والأهل يعني كمان يعتمدوها طبعاً قبل ما أنا باشر بهذا السؤال والحط خطة لازم أعرف أنا بدبني هاي شو سبب فشل الطالب يعني مثلاً أنا عندي نجاح وفي طالب يفشل، مو شرط يفشل بمادة ممكن يفشل بأكثر من مادة ممكن يفشل يكون فشل أو ضعف دراسي خليني أعرف المشكلة حتى عالجها بطريقة صحيحة قبل ما بلش باستراتيجيات اللي بتساعدني على النجاح أو الخطة فأنا لازم أعرف المشكلة خطة لو فشل، أعرف الخلل وإذا عرفت المشكلة أنا رح عالج وبالتالي هذا العلاج رح يؤدي إلى النجاح يعني بمعنى أنا اتقبل صاعدة الطالب أنه إذا فشلت وإذا طلعت ممنيح وإذا هالمرة علامتك ما كانت كويسة وإذا فشلت ليست نهاية العالم ما أقعد ذمه وقل له أنت فاشل وأنه عمل له صورة ذنية عن نفسه وأنه عاطي إحاءات سلبية لا، ممكن هو فشل نتيجة ظروف معينة عنده بالبيت يمكن هو سبب أسري، سبب اجتماعي، سبب علاقات إلى آخر يأدت إلى فشله مو أنه هو فشل يعني نهاية العالم لا، خليه تقبل مرحلة غير له الصورة الذاتية، اتعاون، أحضنه أعمل إزرع في أمور إيجابية جديدة أنه الفشل ليست وأخذ بالأسباب، أعرف وين السبب، وين الخلال اللي أدى هل هو سبب تقصير بالمادة؟ علمه مهارات، مهارات القراءة السريعة، مهارات الخرائط الذهنية، مهارات التلخيص علمه أنه كيف يفتدي صح خطة زمنية جدولية صحيحة تناسب هذا الطالب وتعطي أولوياته، وما أعمل له حشو، ما أعمل له ضغط ما أجي قارنه، أنت رسبت ليك ابن الجيران نجح، أنت لا هو ضغط معين، أثر عليه، خليني طلعه من هذا الشيء وأخذ بالأسباب، ومده بشكل علمي وبشكل أكاديمي بالتعاون بيني وبين لهل وبين المدرس نفسه يعني بلشنا بالحديث عن الفشل الدراسي، خلينا نضحه أكثر اليوم كمفهوم أما كن يكون الطالب فعلا فشل دراسيا؟ هل قبل ما فوت بعملية الفشل، فخلينا عرشوا يعني فشل الله يبعدوا عننا يا رب جميعا الفشل ما حدا بحبه، خلينا يقول خيبة أمل، خلينا يقول رسوب خلينا يقول الفشل هو أنك أنت تشتغلي وتعملي وتدرسي وتتعبي حصيلة الشيء اللي أنت عملتي جاءت عكس ما أنت بتتوقعي أنا كنت متوقع النجاح وإذا أنا رسبت نتيجة التوقع غير صحيح هذا أدى بالتالي إلى أحباط الطالب لأنه كانوا متوقع شيء وحصل على شيء فبصير عنده أحباط وانتواء وانعزال وأنا فاشل وبصير عنده غضاء، بصير عنده دونية، بصير عنده قلة نقص بحياته فنحن بدورنا لازم نعرف أسباب هذا الفشل ممكن تكون أسباب تتعلق فيه هو عنده مماطلة، عنده أعذار، والله أنا ناجح، بس المدرس رسبني والله أنا بأخذ على مدرس حيث المعدة أي حجتة كانت لك عم تحكي المعدة عم تقول لي كانت من المدرسة والله أنا عملت لي علي هم يرسبوني يا عمي ما حدا بيرسب حدا أنت ما تحطي أعذار ضربونا ضربونا يعني هاي الكلمة ما حدا بيضرب حدا إذا أنت عامل يلي عليك وواسق من معلوماتك لا تحطي الأعذار المشكلة إنه بس ديقرب الامتحان اللي لقفي امتحانات ما ضل معنا وقت يلا بيأخذ بالأسباب تماما قاعد كل السنة هلأ قصرت بدك تدرس تحط لحق على المدرس وكان في عدد كبير بالشعبة وعملوا فوضى وما خلونا لفهم طيب وين كنت خلال السنة كلها هاي السبب الشخصي عندك أسباب خارجية مثلا أسباب اقتصادية هلأ قمشوف كتير طلاب عم تترك العلم وتروح تشتغل لحتى تعيش طيب هدا إمت بده يدرس عم نشوف كمان مشاكل الأسباب أسرية الخلافات الأسرية بالمجتمع الخلافات والطلاق والزدواج وبعرف شو بروح الولد بيطبه بينام بس بتحسين هدول النماذج ناشحين دراسين أكتر من الأشخاص اللي متوفر لهم كل شي حس عندهم حلم كتير حابين يوصلوا له ممكن ياخدوا هذا الفشل هو عبارة عن قلب له حتى تدفعهم مثل الحصان اللي بيرجع بقلهم بيرجع لورا خطوة وبيندفع بقوة لأنه إنسان عنده هدف بعدنا عم نحفي وقت بيكون عندك هدف وشغف مهما كانت الصعوبات مرحة وقفي خلينا هيك ناخد منك أكتر معلومات جدا مهمة بهذا الوقت بما أنه عم نذكر الفشل وممكن أسباب الفشل اليوم في خلينا نقول علاجيا إن كان نفسيا إن كان دراسيا إن كان أسريا يوم شو بتقولي اليوم لكل حدا بيحس أنه طفله عنده نوع من الفشل أو حتى الشباب اللي بيحسوا حال أنه هنو فشلوا بمرحلة ما شو هي خلينا نقول علاجيا لصة القصة الأساسية إني إتقبل هذا الفشل واعتبره هو بداية نجاح ما في نجاح ما قبله فشل أخذ برجع بكرر أخذ بالأسباب اللي أدت إلى هذا الفشل أعرف وين الخلل بأي مادة بأي شيء أنا أدى وأستفيد هلأ أنا عندي رسابة أعرف الخلل مشان ما أرجع عيده حاول إني أنا أستفيد من الأخطاء وأكتر أخطاء من الفشل الدراسي رح قولها بكل صراحة عدم التركيز التركيز يا شباب عدم التركيز والمشتتات التأجيل والتأسف التسويف أي اليوم بكرة مندرس التراكمات هي كلها بتعمل فوضة وتعمل خلل وهذا ماتزان فلذلك حتى أنا أكون ناجح وعالج هذا الموضوع بشكل أعمل جدول زمني حط هدف طب أنا كيف بدي أنجح بحياتي وما عندي هدف حط هدف حط حلم هذا الهدف اللي أنا بيخليني مهما كانت الظروف قاسية ومهما كانت حادي أنا أقدر وقف وواجه وقعت أول مرة وقعت ثاني مرة وقعت ظلك مستمر المثابرة والإرادة والرضا والإيمان بهدفك اللي أنت عم تسعى كل ياتنا الظروف صعبة الظروف طيب الظروف ما قلت لك ما تحمل كتابك وتدرس الظروف على كل اليوم الظروف خطعت الكهرباء ما قلت لك الظروف أنت أنت ضوي شمعة اللي بده شي ما بيهينه ولا صعوبة أنا بقول لهم ياها ما تحطوا الأعذار خاصة في هذا الوقت اليوم الشهادة مطلوبة جدا يعني الشهادة الشهادة الأساسية نحنا ما نقول مستقبل أولادنا هلق هني صناع لمستقبلنا الحاضر القادم بقدر ما بكون نحنا أسسنا هذا الجيل صح رح يكون المستقبل أكيد هو صح رح ينعكس على بقية الأفراد في المجتمع تمام بما أنه عم نحكي عن الشهادة والمستقبل يعني اليوم بتلاقي في عادات تربوية خاطئة اليوم من الأهالي باهتمامهم بتدريسة طلابهم أو بتحفيزهم على الدراسة بيقول لك مثلا ممكن طالب بيكون صف تامن سابع يعودوا يحكولوا عن المستقبل ويحملوا مسؤولية كتير كبيرة قديش هذا الشي غلط؟ قدي لازم يمكن كل مرحلة نحنا نهتم بالطالب أكتر ما نحمله مسؤوليات لبعدين تماما كتير حل سؤالك يأتيك ألف عافي في حاكمي أنا مدرسة أنت عم درس طالب رياضيات قال لي أنسي هذا شو بنا نستفيد منه؟ تماما قصمة، أنسي ليش هاد بتعلموني يا؟ أقابي قال لي يلا بكرة بحطك وزيفة بتطلع أكتب طيب ما أنت عم تزرع بي نفسية ابنك أنك ما تتعلم بطريقة غير مباشرة أنت عم بتبرمجو للأسف نتيجة المعتقدات الخاطئة أنه أنا شو بدي أعمل بهاي الدراسة وهي ما بتجيب لي مصاري أنت حطيت معتقدات خاطئة العلم هو سلاحنا بالحياة سلاح الإنسان المعرفة الثقافية العلم وانت حدث فيما بعد ما تقل له ما تدرسة هتجيبه ما تقارن العلم لا يضاهي شي بالحياة نحنا أمة لا تقرأ ولا تريد أن تتعلم بالأسف بحس أن الطالب بس تقليل عندك ترسة رياضيات يا رب يا رب ماذا هذه الفوبيا من مادة الرياضيات تحديدا؟ يعني نعرف من حالنا أيام المدرسة كان أنه عقاب إيشا أستاذ وقت اللي بيكون غايب عندنا عرص نحنا بالصاف لأهلا بتعانوا من هذه النقطة أكيد 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 أول شي بترجع لعدة أسباب كثيرة طريقة المدرس بإلقاء المادة وسيلته الخاطئة أنا بدي حب بالطالب بالمادة المادة هي حلوة كثير أصلا الرياضيات هي حياة أنا فاهمه من البدايات ليش نحنا الرياضيات مهمة بحياتنا إذا الهلق طالب تاسع ما بيعرف جدول الضرب أنا بقول نتيجة خبرة المدرس نحنا ينقصنا خبراء خبرات كثيرة للمدرس ووسائل توضيحية كثيرة حتى نساعده حتى يوصل فهي كل يهتها بتأثر فبلاحظ أن الطالب قليله كل شي ويتقليله مادة الرياضيات أو ضرب عددين خصوصا الطفل فإنحنا لما منغير أدواتنا لما منغير وسائلنا لما منخلي الطالب هو يقلنا تعاطينا مادة الرياضيات أنا طلابي بقوا عب يستنوني لحتى أنا عطيه المادة الرياضيات لأني غيرت وسائلي غيرت أدواتي كل طالب عنده طريقة يفهم فيها فإنحنا لازم نعرف الطالب شو الطريقة اللي هو شو نمطه حتى أنا ساعده لو أصالي في فرق مستوياتك اليوم كتير مهم المدرس ينتبه على هاي النقطة ما أنا عم نحكي عن المستويات مستويات الذاكرة عند الأطفال وعند الشباب اليوم كل حدا عنده اتجاه بالعلم أو بالمواد الحفظية ولكن نحن هلأ بفترة بحاجة لتركيز الطالب وأيضا مثل ما في عوامل للنجاح وعوامل للفشل اليوم عوامل للترسيخ المادة بذاكرة أطل طالب لكيف قادرين اليوم نعزز هاي الثقة بذاكرته بالمواد الحفظية خاصة بفترة الامتحانات تماما الفهم ثم الفهم بعدين الحفظ بعدين التكرار على مسافات يعني أهي المادة شو يعني مسافات طماما أهي المادة اللي أنا عم أقرأها صعبة كتير خلينا نقول رياضيات مثلا قسمة وحدات على فترات زمنية محددة كل فترة خليها تاخد معي حسب الصف ربع ساعة باخد خمس دقائق بريك كل وبربطه بحدث معين بحبه أنا وقتربط المعلومات اللي عم بتدرسها بأحداث إيجابية صارت معي بتذكرها خصوصا القوانين والمادة الحفظية فجزق المادة إلى أجزاء ثم تكرار التكرار بيكون على مدارات مدار أسبوع طبعا هي الحلقة كاملة حتى تتخزن بالذاكرة الطويلة المدى لأنه إذا أنت ما عدتيا يوميني بتنسيها صحيح ليلة الامتحان لازم أنا وقت بكررها خلال شهر بيقل لك العقل خلص فنت خصوصا إذا حفظ بصم اليوم يمكن أي شيء بالحياة يعانوا شوي من التكرار الحفظ في تلخيص في تلخيص حفظ بطريقة النغامات أنا بحفظهم إياها بطريقة أغنية أعطينا مثال أنا بحفظ رعب أكتوب وكتاب التلخيص بكتب أو إذا بدي ركز بفكرة بكتاب كتابة أي شيء بدنا نحفظه استخدم الخواس الخمسة أنا بقول لهم العين والنظر وقت بكون حواسك كلا ياتم ما بدعو دي تنسي المعلومة يعني أنا وقت بربط هل معلومات هل قان عندي قانون الفيزياء اسم الطاقة الحركية بقول لهم نصف ملعقة سكر إيه كلكم بتحبو السكر حفظوه يعني بحول الشي اللي أنا صعب لشي عبارة عن جملة من خلال أتذكر كلمة مفتاحية الخرائط الزهنية بتجنن صحي العملية الحفظ لأنه المخ بيشتغل على الطريقة بيشتغل المخ الأيمن والمخ الأيسر على الرسوم وعلى التفكير وقت أنا بخلط التنتين من خلائط الزهنية وبعلم الطالب أكي فيحمل هذا الكتاب بطريقة خريطة ذهنية صدقيني مبعدين سوف وبركز على الكلمات المفتاحية في مهارات كتيري أنا فيني ساعد الطالب عليها من خلال تنمية هاي المهارات الحفظ وعدم النسيان والمماطلة والتشدد والتواصل كلها هاي بتخليكي أنتي تنسي أكيد يعني بيئة الختام مع معلومات ونصائح جدا مهمة متمنى من كل الأهالي يلتزموا بهي النصائح وأكيد متمنى كل التوفيق لطلابنا لاختصاصيات تربوية رائدة بعكر يسعد صباحك ونورتينا شكرا كتير لكم شكرا على أبيافتكم الحلوة أهلا وسعيد والنجاح للجميع أمين وعام سعيد يا رب شكرا نعاد عليكم ودائما نحنقول الله لا يتضيع تعب الأهالي قبل الطلاب وهيك يجبر بخاطر الجميع شكرا لحضورك اليوم